مساء الخير مشاهدين أهلا بكم إلى الموعد المحلي تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية غينيزان في حاضر مرور تمثل في انحراف وانستدام سيارة سياحية بجدار الاسمانتي على مستوى طريق الوطني رقم أربعة صفر هذا الحاضر عن تعرض تسعة أشخاص لجروح متفاوتة الخطورة من بينهم ستة أطفال تراحوا عمرهم أو عمار المصابين من سنتين إلى ستة وأربعين سنة تم تحويلهم إلى مستشفى محمد بوظيف لتلقي العلاج شاهدت المؤسسة الاستشفائية بن عمر الجلاني بولاية الوادي حادثة اعتداء ستة أشخاص على طبيب مناوب خلفت له كصور في الذراع وعصابات في كافة الجسد ما شكله عطزا لمدة 21 يوما الحادثة لقيت حالة من الاستهجان والتنديد من قبل الاعتباء والعمال بالمستشفى والذين اختجوا فيه وطالبوا بتوفير الأمن وتسليط أقصى العقوبات على المعتدين على الدقم الطبي ميكروفور عدل علي الحوم ندد بشدة من العمل اللي قام بيها وليل الأشخاص ونطالب بعدالة عدالة منها حقيقية لأنه مش أول مرة هذين كي ممرضيين كي عمال أخرين ما هي شي اللولة وما هي شي الثانية الوين تحت النبذل ونسمع النهار وما حد من العمال قتلوه احنا نطالبوا هنا في الوقفة هذه الاحتجاجية أن ينظروا له القطاع الحساس زميلنا طبيب بونيف إبراهيم إلى اعتداء لفظي وجسدي أمس من طرف مجموعة من مرافقية المرضى مما تسبب في إصابات جسدية وصدمة نفسية للطرف وقد تقدمت النقابات للمؤسسة العمومية الاستشفائية بن عمر رجلاني بهذه الوقفة الاحتجاجية تنديد لهذه الاعتداءات المتكارنة من جهتها إدارة المؤسسة الاستشفائية نددت بمثل هذه الاعتداءات التي ازدادت مع الشهر الفضيل ورفعت ملفا قضايا إلى الجهات المانية ليلة البرحة تعرض طبيب المنوب إلى اعتداء من طرف مواطنين أدى إلى نسبة عجز بحوالي 21 يوم من طرف الطبيب الشرعي وهذا الأمر الذي يعبر الموظفين أنهم غير مقبول تماما هذا التعدي على الموظف الذي رأى صهر من أجل خدمة المواطن والمريض كإدارة بطبيعة الحالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث تبلغ سلطة الأمنية وتبلغ سيد وكل جمهور مستوى محكمة الولايات الوهد وتم متبع القضاء في سابقتين هي الأولى من نوعها في المجال الطبي تمكن خصائيون جرحون رفقة طاقم طبي متخصص جزائري 100% بمستشفى ابن بنيس بقسانطينة من إجراء أول عملية جراحية دمى 48 سنة أو ساعة لنزع أعضاء بشرية من رجل متوفي دماغيا تبرعت به عائلة المتوفي والمتمثلة بكليتين وكبد لفائدة ثلاث مرضى استفادوا من زرع أعضاء المتوفي على مستوى المستشفى العسكري بقسانطينة ومستشفى الخروب وأيضا مستشفى في العاصمة تفاصيل أكثر في ميكروفون شمس دين 8 هذا العملية تمت في مصلحة الاجتعجالات الجراحية بالتاقم طبي جراحي متكون من جراحين من قسانطينة وجراحين من جزائر العاصمة وتكفلوا بنزع الأعضاء الكبد والزوج كليتين الفضل اللو اللي يرجع للعائلة الفقيد اللي بيرحموا اللي اعطبنا للكور وقدرنا نديرو أمبرل المنزل دونة ينفوا ونشيني بارا انغرفي باتيك الاغرف دونة في باتنا وفي العاصمة الثانية زراعة الكبد هي الأولى في الجزائر بفريق طبي جزائري مية بالمية من أبارسي داندونر كدافيري في موضوع آخر احتج العديد من إطارات وعمال الخدمات الجامعية مما مدرية الجامعة بسطيف واحد مطالبين برحيل المدير المختجون أكدوا مواصرتهم الخركة الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطلبهم فرأس شعي برصة ضلالات احتجينا على مدير الخدمات الجامعية بالليل حاجر العمال ومهمش النقبيين وما عنده حتى لخر ورأنا ما رأنا نبقينا نحتجوا اليوم وغدوة وغير غدوة نحتجوا حتى لوح الإنسان هذا ونطلبوا الرحيل ورأنا مهمش الإطارات وما كاش نقوله الترقية ما كاش نقوله الإدماجة للعمال ما كان حتى حاجة عنده الغل والحقد والكراهية والتعصف التضييق على النقبيين تهميش الإطارات المحسوبية نظراً لكل هذا نطالبوا براحل مدير الخدمات الجامعية لأنه المدير ما عندهش الكاشي المدير ما يسترفش يسترفوا فيه ناس وحد داخلين إلى ولاية تندوف حيث خرج عمال مديرية توزيع سونالغاز أمام مقر عملهم للمطالبة بتحسين ظروف العمل وهي ظروف التي لم تعتطق حسبهم ماين طلبوا بمقر عملهم كباقي الولايات وكذا إعادة النظري في منحة الجنوب والمطالبة بهيكل تنظيمي للمديرية كما أن نقص اليد العمل في ظل شساعة المنطقة لم يعد قادر على تلبية حاجيات المواطن خسب التصريحات التي رصدها مراسلنا من ولاية تندوف محمد لجنوب نطالب بتحقيق المطالب الآتية إنشاء مقر مديرية بالولاية كباقي الولايات إعادة النظر في الهيكل التنظيمي المطبق في المؤسستين كباقي الولايات ثانيا إنشاء منحة المنطقة إعادة النظر في منحة المنطقة ما عدناش هيكل تنظيمي النظر عدناش سبعين عامل سبعين عامل أورغانيقرام خارج نطاق هيكل تنظيمي فهمونا هاد القضية لازون منطقة لازون العزلة درتوها عليه العزلة درتوها عليه الفاكياسيو أوبيطو المشكلة في اليد العاملة دارها الأورغانيقرام الأورغانيقرام تيانا خاص معرف لناش علاش خاص باركون على الرغم من أنه عدنا ريون داكسيون تاعة 400 كيلومتر عدنا بروغرام راس تاعة 800 كيلومتر خاصنا الوسائل المادية واللوجستية والبشرية نظمت جمعية دير الخير وانساه في بلديات مشرية ولا تنعام حفل ختام جمعين فائدة أطفال العائلات المعوزة حيث قارب عددهم حوالي 40 طفلا قدمت لهم كسوة العيد وهي المبادرة التي أدخلت الفرحة على قلوب المستفرين منها وصفة دحاويرا صدر لنا تاعة للعام الرابع على التوالي سطرت برنامج ثاري في رمضان بدناها بقفة رمضان اللي عوضناها بالإفطار لهذه السنة كمرحلة أولى وزعنا تقريب 50 قفة والمرحلة الثانية رأيها مستمرة إن شاء الله نفوتوا مئات قفة إن شاء الله وضلنا ثاني مشروع الخيتان الجماعي اللي كمارا كم تشوفوا اليوم غادي نديروا الحفل الحناء تحهم والخيتان يكون يوم الأحد صباحا داويد بنتي جابوا لهم اللبسة رام ديلهم حفل اليوم رام قايمين بهم طلبوا ربي يحفظهم إن شاء الله ويحفظكم هذه الجمعية رأي نورها واللي رأي نشارك فيها قاعد رأي نورها وإن شاء الله نتمنون للفرحة للوطن البلادنا إن شاء الله تزهع كما رأي زينات صبيان شكرا جمعية الدير الخير وإنساء لا يحفظكم لا يستركم لا يحفظ الجزائريين كما فرحتونا طهرت لنا ولاداتنا وفرحتونا لا يفرحكم الحمد لله في هذه الشهر الكريم قامت هذه الجمعية بمبادرة في هذه الملائكة الله أعطيهم الصحة وإن شاء الله أقبل الجاية وبهذا مشاهدين نطوي أوراقنا المخلية أشكركم على طيب المتابعة